في هذا الفيديو سأشرح لك كيف يستحصل 44 دولار يوميا من موقع يعمل اوتوماتيكيا وايضا على بلوجر سكريبت بلوجر تولز ايضا في السنة لديه اكثر من 15.954 دولار بطريقة بسيطة تابعنا في هذا الشرح الحصري السلام عليكم ورحمة الله مرحبا متابعي قناة الارباح في طريقة جديدة للربح من الانترنات درس اليوم اخواني بسيط جدا للربح من الانترنات وبدون عمل ستقوم بانشاء موقع معي وتنتظر تحقيق الارباح ليس هذا فقط سأقدم لك مقالة فيها بعض نصائح لارشفة موقعك وان شاء الله في الفيديوهات القادمة سأقدم لك باقي الاسرار لارشفة الموقع لماذا لانني لا استطيع ان اشرح لك السيو او الارشفة للمواقع مباشرة سأشرح لك اليوم سكريبت تولز بلوجر تولز يمكنك من ربح بدون كتابة محتوى بدون اي شيء بطريقة بسيطة وشاهدنا في بداية الفيديو ارباح بعض المواقع موقع بسيط على بلوجر يقوم بتقديم خدمة هذه الخدمة اخواني بدون تدخل منك يحقق ارباح بدون عمل يعني لديه مشاريع اخرى والمشروع الاساسي يحقق له ارباح بدون تعب اول شيء اخواني ارجو ان تشتركوا في هذه القناة ايضا تفعيل زي الجرس وهنا اخواني نحتاج منكم تعليق لدعمنا لكي نواصل اي تساؤل اي فيديو تريدون عن اشرحه اقوم بشرحه كل هذه الفيديوهات التي اقوم بها فهي من تعليقاتكم اخواني اقوم بشرح كل ما هو مطلوب وانا اعلم ان الكثير من اشخاص يريدون طريقة فتح حساب اتسي ان شاء الله اخواني عندما اجد الطريقة الحقيقية والصالحة لقبول حسابات في الدول العربية ساقوم بشرحها نبدأ الشرح على بركة الله اول شيء اخواني موقع بمعنى انشاء او توليد صفحة خصوصية لماذا اخواني صفحة خصوصية لان كل مواقع التي تقدم الى ادسونس تحتاج هذه الصفحة لكي يتم قبولها فهي من اساسيات قبول موقعك في ادسونس اذا اشخاص كثر يريدون انشاء هذه الصفحة بدون ان يتعبوا وايضا تكون بطريقة سليمة وصحية هذا الموقع اخواني اذا قمت بالضغط على ستلاحظ انها سكريبت بسيط جدا كما قلنا اخواني سكريبت بسيط جدا لا يشفيه اي شيء خفيف ايضا الزيارات التي يحققها لكي تتأكد من الاربع خاص بها تقريبا 138 الف اخواني هذا المعدل ليس ثابت فيتم الصعود والنزول في بداية جامفي سقط هذا الموقع ايضا وصل تقريبا الى 268 الف سيارة شهريا بدون امل كما تشاهدون جيد وهنا اخواني لكي تفهموا ايضا ان الاربع عندما نفحص الموقع اقوم بنسخه امامكم هنا اقوم نسخ رابط هذا الموقع هكذا كوبي واقوم بفحصه امامكم في هذا الموقع باس واضغط على اوكي وستشاهدون اخواني الاربع كما شاهدنا اربعة واربعون دولار من الاعلانات فقط اخواني شهريا يوميا وايضا 1311 في الشهر وهنا 15900 تقريبا 16000 دولار اخواني شهريا وهنا يونيك باشي فيو يعني الزيارات الحقيقية من جوجل هنا لكي تتأكد من ان هذا الموقع يحقق ارباح لا بأس بها بدون تعب وايضا لديه الكثير من الاشياء اضافها ان شاء الله سنشرح لكم كيف ستضيفون هذه الاشياء في فيديوهات قادمة الان نريد انشاء صفحة مثل هذا الموقع اخواني فهو يقوم بانشاء صفحة بسيطة مثلا صفحة خصوصية كما قلنا بضغطة زر فقط اكمال بعض المعلومات لكي تحقق او تنشئ الصفحة الخاص بك اول شي اخواني وضعت لكم بعض الاشياء لكي تقوموا بعمل هذا الموقع من بينها السكريبت او القالب الذي ستثبتونه ايضا ساترك لكم هذه المقالة اهم خطوات الارشفة قم بقراءتها وان شاء الله في الفيديوهات القادمة ساشرح لك الطريقة العملية لتحقيق السيو هنا تعريف السيو والمهم اخواني خطوات اساسية عليك اتباعها لكي يتم ارشفة موقعك في البداية اولا ان تقوم بتجيل في جوجل سارش كونسول اخواني وايضا ست ماب خريطة الموقع واشياء كثيرة قم بقراءة هذه المقالة فوضعت لك خطوات مهمة عندما تحفظ هذه الخطوات اخواني او تفهم طريقة عمل هذه الخطوات الان في فيديوهات قادمة ساشرح لك اماليا كيف تحقق الارشفة ببساطة اخواني جيد ساترك لك هذه المقالة قم بقراءتها وانتظرنا في فيديوهات قادمة اليوم سنشرح كيف سنثبت هذا السكريبت اول شي ستحتاجه استقوم بفتح حساب في بلوجر فقط بالايميل الخاص بك هنا بلوجر ستجده كما هنا اخواني كما تشاهدون تضغط على sing up هكذا create blog تقوم بالدخول الى بالايميل الخاص بك بعدها مباشرة اخواني ستقوم بفتح حساب كما تشاهدون هنا ستجد الواجهة في بداية الامر هكذا هنا ستختار اول عنوان خاص بالموقع الخاص بك وهنا اخواني يجب علينا انا سانشئ الموقع اجنبي لماذا اخواني لانك ستحتاج اللغة الاجنبية والارشفة بالاجنبية افضل من اللغة العربية وتستهدف الاجانب للربح من بديل ادسونس او ادسونس اذا كان لديك حساب هنا في بداية الامر تستطيع كتابة اي عنوان مثلا مدونة هكذا فقط هذه المدونة ليست خاصة بنا اخواني فقط سنقوم بوضعها فيما بعد سننشئ مدونة ساضغط على التالي او تخطي اذا اردت تخطي هذا الشيء هنا مثلا قم بكتابة اي اسم هكذا ثم انهاء جيد هكذا اخواني سيتم انشاء مدونة هنا اخواني لكي تغير اللغة وتبدأ في عمل مدونة جديدة ستضغط على الاعدادات وهنا اسم السودة الملف الشخصي تضغط هنا هنا لكي تغير المدونة الى الانجليزية تغير ادارة حساب جيميل خاص بيكس تضغط هنا وتضغط على ادارة بعدها توجه الى هذه الصفحة تضغط على المعلومات الشخصية وغيرها الى اللغة الانجليزية وهنا اخواني اللغة ستجدها في الاسفل قم بتغييرها الى اللغة الانجليزية هنا ستقوم بتغييرها بعد تغيير اللغة الانجليزية هنا ستجد ان ان المدونة تم تحويلها الى اللغة الانجليزية بعدها هنا بعض المعلومات فيما بعد سنشرحها اخواني عندما نقوم بفتح حساب هنا لانشاء اول مدونة خاصة بنا لا تهتم بهذه انا تعمت ان اشرحها لكم طريقة لكي يفهم كل شخص كيف ستنشئ مدونة تستضغط على كريت بلوغ وهنا اخواني سنتوجه الى الخطوة الثانية وهي انشاء بلوغ يعني اسم الموقع سيكون باسم المجال الذي استعمل عليه ببساطة انا اخترت اخواني التايتل يجب ان يكون التايتل خاص بك بمعنى ان يكون فيه كلمة اساسية وهي لماذا اخواني لكي اي شخص يضغط على بحث على هذه الكلمة سيظهر الموقع الخاص بك والنفرض انني ساقوم باخذ هذا الاسم النسخ اعود الى المدونة الخاصة بي اقوم بوضعه هنا كتايتل استطيع مثلا فقط ترك الاسم الاول لانها لانه الاسم الظاهر في الواجهة اضغط على الناكس وهنا الادرس الخاص بك الادرس اخواني يجب ان لا تكون فراغات يجب ان يكون بسيط جدا مثلا هنا ساقوم بانشاء ادرس وستظهر هنا افاليبول شاهد هنا اخواني هذا الرابط غير متاح فري بريفايسي بوليسي عندما اضيف مثلا رقم سبعة مثلا هنا بريفايس بوليسي هكذا فهو متاح لانه افاليبول اضغط على السيف والان انتهينا من انشاء اول مدونة خاصة من هذه الرسالة اقوم باغلاقها لا تهم الان اول شي ستقوم بعمله هو تضغط على التام التعديلات التي سأشرحها سيجب ان تقوم بها اخواني لانها ضرورية اضغط على هذا الخيار واختار هنا اخواني هذا الخيار اضغط على switch with with back up ثم اضغط على هذا الخيار اخطار هنا اخواني off اقوم باغلاقها فهذا شي مهم وهنا كل شي جيد ما نفعله الان اضغط على edit اشتي اعمال واقوم بحث كل شي بالضغط على control ا ثم حث الان سنقوم بالتوجه الى هذا السكريبت الذي ساتركه لك هنا هذا السكريبت ستقوم بفتحه اخواني وتضغط على select all وتقوم بتعديل نسخه عفوا بعدها اخواني استعود الى المدونة الخاصة بك هنا وتقوم بلاسقه بضغط على past تضغط على هذه الاعلامة save تنتظر الى ان يتم تحميل السكريبت بعدها اخواني تستطيع تفاحص الموقع الخاص بك استجده انه موقع احترافي ايضا هنا privacy policy generator وهنا صفحات التي تحتاجها وهنا تستطيع كتابة اي شيء ولنفرض هذا الاسم وهنا اي رابط ولنفرض انه اختار مثلا رابط browser.com وانشئ له نسخ هذا الرابط copy اعود هنا اقوم بوضعه بعدها اضع اي شيء هنا او email او اي شيء اضغط على generator تم توليد الصفحات اضغط على copy تستطيع وضعها في الموقع الخاص بك بطريقة بسيطة فقط اضغط على new f1 ليس new post new page هنا page page واضغط على new page وهنا سنضيف الصفحة لانها بلغة اضغط على html اضغط على ctrl v هنا اضغط على هذا الخيار كما تشاهدون تم انشاء صفحة خصوصية بالاسم الذي وضعته بطريقة احترافية publish وconfirm فالموقع شائق غال وكل شيء اخواني احترافية في العمل جيد وهنا كل شيء يعمل في هذا الموقع اذا اضغط على about تستطيع تعديلها وايضا contact us وهنا over كل هذه الصفحات تستطيع العمل بها كيف استعدل الى الموقع اول شيء سنضيف description لماذا اخواني تضيف description لكي تقوم باضافة سيو الخاص بالموقع الخاص بك هنا كما قلنا ساترك لك هذه الكلمات او ابحث في جوجل فقط اخواني عن description about generator page policy واستظهر لك الكثير من description قم بنسخ احدها وقم بالعودة الى المدونة الخاصة بك واضغط اخواني على هنا على ال terms ثم edit html بعدها اخواني ستجد هنا في هذه الواجهة description هنا description قم بوضع الكلام بين هاتين العلامتين ساقوم بالتكبير لكي تشاهد هنا بين هاتين العلامتين اضغط على control v الآن انت وضعت description اضغط على السايف نفس شيء اخواني التايتل سنقوم بنسخ هذا التايتل الخاص بالسيو لكي يتعرشف الموقع الخاص بك وهنا ستجد التايتل هنا ستضع التايتل control v جيد اضفنا التايتل هنا يبقى الكلمات المفتاحية ايضا قم بنسخي هكذا اخواني واستجد مكانها في description هناك keyword قم بوضعها بين هاتين الالامتين control v وانت عدلت الموقع الخاص بك عندما تعود الى الموقع تضغط على actualc تشاهد انك هنا عفوا نضغط على save العودة هنا هنا اخواني description كما تشاهدون في الميتا عندما تقوم بنسخها copy تعود هنا تضغط على control v هنا تبحث على كلمة description تضغط على enter جيد هنا تستطيع وضع description heading اخواني تستطيع وضعه هنا يكفيك فقط نسخ ما تريده اخواني والنفرض انني ساقوم بنسخ هذا description واقوم بوضع مثلا اسفل هذا الهيدر اضغط على saving هنا اعود الى الموقع اضغط على actualize شأنه ظهر هنا ساقوم بتغيير مكانه فقط بانزاله وهنا تستطيع اضافته هنا ساقوم بنسخ هذا السطر كي توضيفه هنا اخواني في description في هذه الكلمة اضغط على control v واضغط على save الان سنقوم بتحويله من هنا الى هنا اكتياري زي جيد تم اضافة الجملة التي تريد هنا copy your page تستطيع نسخ هذا copy your page اخواني تستطيع وضع اعلان هنا اخواني ولنفرض انني اريد اعلان ادي ستيرا او احد شركات اه الربح من الاعلانات اخواني مثلا او ادي ستيرا او ادسنس لانه يتم قبول هذه الصفحات بما انها ادات اونلاين ايضا تفيد الاشخاص تستطيع اخواني تقديم الطلب بعد حصولك على السيارات وسيتم قبولك مباشرة في ادسنس وتبدأ الربح من ادسنس والنفرض اننا لدينا حساب في ادي ستيرا شرحته في كثير من الفيديوهات شركة اعلانية هنا الاربع ستجده هنا والسحبات الخاص بك ستسحبها من هنا الاعلانات ستضغط فقط على الموقع الذي تم تقديمه فقط تضغط على اد واب سايت اضافة الموقع الخاص بك وهنا ستجد الاعلانات التي تريد وضعها والنفرض انني ساضع هذا الاعلان اضغط على get code واقوم بنسخه هكذا copy اعود الى البروجر الخاص به هنا اخواني يجب ان تبحث على copy your page تعود الى هنا اخواني التام بعدها edit html واضغط على زر فاره هنا وcontrol f وقوم بوضع اسم الذي نسخته copy your page واضغط على ok اجد هنا copy your page هنا استطيع وضع الاعلان ببساطة هنا استطيع وضع الاعلان هذا ببساطة اخواني كيف ذلك ساقوم بنسخ مثلا هذا الاسم copy اعود هنا اضغط على control v واضغط على save اذا لم يشتغل معك اخواني تستطيع فقط نزع الهيدر هنا شاهد هنا اخواني فقط يوجد مشكلة بسيطة الاعلان ظهره لكن h1 ظهره هنا يكفيك فقط اخواني البحث على h1 ونزعه هكذا والضغط على save شاهد ماذا سيحدث actualize اصبح الاعلان شغال نفس الشيء اخواني على heading هذا الاسم please heading ما سافعله ساضغط على control f واقوم بالضغط على control v واضغط على اوكي هنا استطيع وضع اعلان اخواني ايضا استطيع وضع اعلان هنا واعلان هنا كيف ذلك اخواني ببساطة استطيع حذف هذا الشيء ووضع اعلان انا ساتركه لكم هنا لكي تجد مكان وضع الاعلان وساقوم بوضع الاعلان هنا لكي تفهم كيف ستقوم بوضع الاعلان مثلا نفس الشيء ساقوم بنسخ هذا الاعلان واقوم بالضغط على control v اضعه هنا ايضا مثلا اريد اعلان اسفل details اضغط على control v وايضا اريد اعلان هنا اسفل details مرة اخرى اضغط اعلان هنا واضغط على save انت اخي اختي عندما تضع اعلان ساترك لك heading please قم بالبحث عليها وامسح هذا الاعلان الى غاية هنا وقم بوضع الاعلان الخاص بك اضغط على accuracy شاهد ماذا سيحدث وظهر اعلان هنا اعلان هنا واعلان هنا ما ستفعله اخي اختي انك تستطيع لكي تارشف الموقع الخاص بك يجب اضافة مقالات اخواني على privacy policy لكي يتم ارشفتها فقط المقالات هنا تستطيع كتابة مقالة وتحويلها الى https او html لغة html فقط من البروجر تستطيع تحويلها بعدها اخواني تقوم بوضع المقالة اسفل مثلا details او اسفل هذه هي الهيدنج يعني تستطيع اضافة مقالة هنا تستطيع الضغط على control f والبحث على صفحة about للتعديل عليها تضغط على اوكي شاهد about 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 us هنا ستضع صفحة about us الخاصة بك وهنا كل شيء فيها شغال ايضا مثلا هذه الصفحة contact us تبحث عليها هنا وتقوم باضافة الصفحة الخاص بك هنا يعني ببساطة طريقة بسيطة لتعديل هذا الموقع وسيصبح موقع اهترافي اذا اردت اخي ان تضع اعلان هنا هنا اخواني اعلان مثلا اديستيرا يكفيك التوجه الى التامبلات وهنا تضغط على control f وتبحث مثلا على الكلمة هذه الكلمة تضغط على اوكي عفوا control v وتضغط على اوكي شاهد هذه الكلمة اخواني فهي موجودة هنا انت تستطيع وضع اعلان هنا خاص بك ببساطة تقوم بنسخ اي اعلان نفس الاعلان اخواني ساقوم بوضعه هنا control v عفوا لم اقوم بنسخ نسخ اعود الى البروجر اقوم بوضعه هنا control v واضغط على save وهنا سنعود الى الموقع نشاهد اذا سيظهر الاعلان ام لا جيد ظهر الاعلان بطريقة بسيطة اخواني تستطيع انت ايضا تعديل كما تريد وهنا الموقع شغال مئة بالمئة استطيع الربح من ادسنس وتحقيق ارباح من بديل ادسنس فقط اذا شاهد الشخص هذه الاعلانات ستربح منها ارباح لا بأس بها هذا هو درسنا اليوم اعتقد انني شرحت لكم كل شي فقد تبقى اشياء بسيطة انت تستطيع اكتشافها او البحث عنها او وضعها في تعليق وسنقوم بشرحها هنا لا تتردد في وضع تعليق للتساءل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته